بسهر الخير عامليني يا رب وكونوا خير توقع برج الحمل اول اسبوع من شعر يوليو 2023 هبدأ بالجانب المهني بداية هادئة داخل عمل يعني بداية الاسبوع هتكون هادئة جدا ولكن التركيز والجهد هيزيد من بعد منتصف الاسبوع واضح ان الموليد برج الحمل من بعد منتصف الاسبوع هيكون عندهم مهام ومجهود زيادة وتركيز زيادة داخل شغل الكلام ليك وليك عايز اقول لك واقول لك حاول على قد ما تقدر وتقدر ينضبط حاول تركيز في شغلك مش عشان بس تقوم بشغلك بشكل صحيح لا كمان عشان تعرف كل جديد عن شغلك دايما الناس اللي بيكون عندها حتة الفضول في شغلها ويعودوا يسألوا كتير هتلاقيها بتتعلم اكتر وكمان بعد كده بيكون ليهم مستقبل افضل او بيتنقلوا من مكان لمكان احسن فياريت انتوا تبتدوا تشتغلوا على الحتة دي ربنا يا رب يوفاكو يديكو الحكمة ويقويكو هادخل بقى على الجانب العطفي ابدأ بالعذاب اوقات سعيدة وارتباط رسمي من بداية الاسبوع لعزاب برج الحمل والمفروض على فكرة ان الارتباط ده هيكون بنسبة كبيرة عايز اقول للعزاب ياريت له الارتباط ده صالونات والرسمي يعني صالونات تتأكدوا ان انتوا منازمين لبعض انت تأكدي من شخصه ومن عيوبه وتفاصيل كتير بتعرفيه عنه واحتكي بيه كتير عشان تشوفي انطباعه اكتر وتعادي تركزي كده معاك وانت كمان تركز معاها شوف هل هي ردود افعلها عاملة معاك ازاي فكرها لما بتاخد رأيها في حاجة لان كل دي حاجات مهمة انتوا اتنين المفروض يعني داخلين خطوبة والمفروض ان بعد الخطوبة في جواز يعني حياة مستقبل مع بعض بيط العمر مع بعض فلازم تعرفوا بعض كويس عشان تتأكدوا هل هترتاحوا بعد كده لما تكملوا عمركم مع بعض ولا مش مناسبين وكل واحد يدور على شخص تاني يكون مناسب ليه اكتر ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة شخصية المناسبة ادخل بقى المتزوجين والمرتبطين اجواء سعيدة من بداية الاسبوع ولكن محتمل خلافات على نهاية الاسبوع يعني بين المتزوجين المرتبطين من موليد برج الحمل احتمال يكون فيه خلافات على نهاية الاسبوع اتمنى ان الخلافات دي تقدروا تتعاملوا معاها باحترام يعني عارفين انت لو احترمت زوجتك او المرتبط بيها في عز الخلاف وانت لو احترمتي الخلاف هيعدي هي الفكرة كلها في الاحترام لكن المشكلة ان احنا ساعة الخلاف بندقي ونتعصب ونبتدي نقول كلام جارح وكلام الجارح احيانا ما بيتنسيش وده بيعمل مشكلة فياريت كل واحد على قد ما تقدر تتحكم في نفسك وانت تتحكمي في نفسك وتختار كلامك اللي هيطلع في الوقت الخلاف ده وتختاري لان هو ده اللي هيفرق بعد كده ويخلي الامور تصفى ربنا يا ربي يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير هدخل بقى عالجانب العالي تجمعات عائلية بنسبة مرتفعة طول اسبوع يعني الاسبوع ده المفروض ان عائلات مواليücke برج الحمل هيتجمعوا بنسبة مرتفعة ربنا يا ربي يجمع كل عائلة على بهجة وسعادة وفرح ومحبة هدخل بقى على الجانب المالي استقرار مادي من بداية الاسبوع يعني المفروض ان الاسبوع ده هيكون مستقر ماديا مع موليد برج الحمل ربنا يا رب يوسع من رزق الجميع هدخل بقى على صحاب المشاريع ارباح مرتفعة خلال الاسبوع لبعض المجالات في مجالات معينة ولكن مش متحددة في اللي انا قريته انها هتحقق ارباح مرتفعة ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم ندخل على الجانب التعليمي انشغال كثير من طلاب برج الحمل من بعد منتصف الاسبوع ونتائج مباشرة يعني الشباب والشابات هينشغلوا من بعد منتصف الاسبوع وهيكونوا يعني الدراسة واخداهم او فيه المفروض امتحانات انا قلت واقول تاني يا رب ندعي كده لطلاب صنوية عامة ربنا معهم ويسندهم ويوفقهم انا عايز بس اقول حاجة للشباب والشابات ركزوا في كل مادة على قد ما تقدروا اتعبوا شوية يعني يعني ما تحاولش تشتت نفسك وتشتت نفسك بين كذا مادة ومادة كل مادة انت داخل عليها عليك ان انت تركز فيها كويس قوي وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقع برج الحمل اول اسبوع ان شاء ريوليو عامة عشرين عجبكم الكلام ده تصوش دعموني بلايك لو مش مشتركة او مشتركة نريد تشتركوا عشان نشوفوا كل جديد من الفيديوهات نوع لو انت وانت او انت او ما ارشفوني هسيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف خدوا فكرة عن الفيديوهات اللي بعملها مشاكل اوليكو سلام